بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية ومرحبا بكم في قناة مطبخ بشراء ام هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفتنا هي بسبوسة بجوجيا البيضات فقط بمقادير جيد اقتصادية بنقهة البرتقال والحامض وتزيين بسيط وراقف نفس الوقت تجعلها تتبان في حلة رائعة وجميلة تفتح النفس ومضاقة ديالها رائعة وتتوجد في اخر لحظة الضيوف بسم الله وعلى بركة الله اول خطوة تنقوم بها البنات اننا تنوجد السير وغادي نحتاج فيه كأس ديال العصير البرتقال كأس ديال الشاي او العنب المغربي نصف كأس من السكر حبيبات غادي نحتاج قطع ديال الحامض اول حاجة تناخد واحد الكسرونة تنفرغ فيها داك الكأس ديال العصير ديال البرتقال تنضيف عليه داك النصف كأس ديال السكر حبيبات وغادي نضيف عليهم داك القطع ديال الحامض ونوضع هاد الخاليط غادي نوضعه من فوق النار حتى يوصل لدرجة الغلايا غادي نحتاجوا في المقادير 150 جرام من السكر غادي نحتاجوا كأس ديال العصير البرتقال كأس العنب أوشي المغربي غادي نحتاج لبنات ملعقة صغيرة من الفانيلا ملعقة كبيرة من الخل الجوج ديال البيضات الحجم ديالهم كبير بدرجة حرارة المطبخ ياغورت طبيعي بدون السكر بوزن 8 جرام غادي نحتاج قشور ديال الحامض مع البرتقال ملعقة صغيرة من المربة ديال المشمش الخاص بالأكل ملعقة كبيرة ونصف ديال الكوك أو جوز لهند غادي نحتاج 300 جرام ديال السميدة الرقيقة الخاصة بالحرشة أو البسبوسة وكذلك نحتاج جوج جوج ديال الخمارات بوزن 14 جرام وكأس إلا ربع من زيت المائدة سننسيس مضفتوش المقادير ضفتو حتى الأخير البنات عاد تفكرتو ناخد واحد البولتن ونضع فيه دك جوج ديال البيضات نضيف عليه واحد القبيصة ديال الملح وتنضيف كذلك دك 150 جرام ديال السكر حبيبات نخلط جميع المقادير حتى يضعف الحجم ديال البيض ويتبدل اللون دياله ونضيف دك الملحقة الصغيرة ديال الفانيلا هاد الفانيلا البنات المدق ديالها رائع وتتجي مميزة أنا من الممكن تتبقى حدي متوفرات تنطر نستعمل دك السكر المنكه بالفاني هاد هي رائعة تتجي في الحلويات والأفلي كيك تيجي مدق ديالها مميز نضيف دك كأس ديال العصير ديال البرتقال ونضيف كذلك دك الياغورت طبيعي بدون السكر يكون تهوى بدرجة حرارة المطبخ بيش يجيون لبسبوسة ديال النازمين وفي هاد الاثناء البنات ضيفه كذلك السل كأس إلا ربع من زيت المائدة أنا نسيس وضف تحتل تالي مع المقادير أنتم ما غادي تشوفه وغادي نضيف كذلك دك ملعقة كبيرة ونصف من الكوك أو جوز الهند غادي نضيف كذلك دك قشور حامض مع البرتقال وغادي نضيف دك الملعقة كبيرة ديال المربى المشمش ونخلط جميع المقادير وغادي نبدأ نضيف النواشف غادي نوضح لهذا المقادير الجوج ديال الخمرات بوزنها 14 جرام وكذلك غادي نضيف السميدة من بعد ما مغرب لها مزيان وغادي نخلي لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصفة لبنات باش متل فوما تشي حاجة غادي تمشيوا نيشان المقادير وفي الاخير البنات غادي نضيف دك الملعقة كبيرة لخل وغادي نخلطهم جيدا مع هذا المقادير اللي عندي وغادي نغطي هاد الخليط ونخليه ارتاح لمدة 5 دقائق باش يتشرب لي هاد الخليط يتشرب جميع السوائل وجينا البسبوسة ديال نازبينا دبا غادي ندوز نوجد القوالب اللي غادي نوضح فيهم البسبوسة انا خسرت هاد القوالب اللي شكل ديالهم اوفال باش نوعهم البلطويات اللي تنوجد معاكم غادي ناخد الزبدة وغادي ندهنها جيدا نستعمل يد ديالي باش نضمن انني تنوزع زبدة في جميع اطراف ديال القوالب ونغبرهم بسميدة ونحتفظ بهم جانبا ومن بعد ما داست خمسة ديال دقائق على هاد الخليط اللي بسبوسة وتشرب جيدا السوائل غادي ناخد هاد القوالب من بعد ما دهنتهم وغبرتهم جيدا بالدقيق وغادي نبدأ نعمرهم بالخليط ما تخافوش هالبنات هاد النوعية ديال اللي بسبوسة ما تتنتفخش جيدا داخل الفورن تيبقى الحجب ديالهم هو هادك غادي نعمرهم بشكل متساوي وغادي ندخلهم الفورن اللي ديجا كان عندي سخون الى 180 درجة حرارة النار تكون فقط من الاسفل حتى يبدوا يتحمروا ويبدوا يتنفخوا وعاد نشعلوا عليهم الجهال فوقانية تيستغرقوا تقريبا داخل الفورن 20 دقيقة وبهاد العمل يا البنات نضربهم فوق السطح العمل باش يجي السطح ديالهم تساوي ومن بعد ما داست 20 دقيقة البنات انا خرشت لبس بوسة تشوفوك يتيجي ومن بعد ما تحمروا واخدوا هاد اللون هادا تيجي ورائعين وحد الرائحات طالع منهم يا سلام خديد داستيرو اللي وجدنا في اللون من بعد ما برد تماما والبس بوسة ديالنسخونا غادي نسقيهم بهالطريقة هادي وغادي نحيدهم من هاد القوالب باش ندوزوا نزينوهم لما خليتهم شي تشربوا بزاف نظرا لانا نخصني نصور دغية دابا غادي ندوزوا نوجدوا الكريمة اللولة اللي غادي نوضعها في البس بوسة غادي نحتاج كأس إلا ربع من عصير البرتقال ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من بودرة الكريم باتيسيار غادي ناخد واحد الكاثرونة غادي نفرغ في هادا عصير البرتقال غادي نضيف عليها السكر وكذلك هاد البودرة الكريم باتيسيار ونخدمهم جيدا البنات قبل ما نوضحهم من فوق نار وغادي نوضحهم من فوق النار متوسطة حتى يعقد تعقاد لي هادا الكريمة هادي هانتو مشوف البنات دابرة نحيتها من فوق النار وضفت عليها وحد الملعقة كبيرة ديال زبدة باش تعطيني مضاق وكذلك لماعان لهاد الكريمة وناخد واحد البرامي يكسر ونخدمها مزيان باش تعطيني واحد الكريمة ليس وغادي نفرغ هاد الكريمة في واحد الجيب حلواني او ملعقة انا تنفضل انني نستعمل هاد الجيب حلواني باش تجيني الخدمة نقية وطي ما سيتوسخ ما تشي حاجة الاطراف ديال اللي لبس بوستي دياولي ودابا غادي ندوزل المقادير ديال الكريمة الثاني اللي غادي نعمر به هاد البس بوستي ديال الحليب ديال العنباء او الشيء المغريبي غادي نحتاج كذلك نصف عصير حامضة غادي نحتاج ملعقة كبيرة من بودرة الكريمة باتي سير او الكاسترد جوج ملعقة كبار من السكر اه تناخد واحد الكاسترونة تنفرغ في هاداك الحليب تنفرغ في هاداك النصف عصير ديال الحامض غادي نضيف كذلك علي هاداك السكر غادي نضيف عليها كذلك بودرة الكريمة باتي سير او الكاسترد وغادي نخدم هاد المقادير جيدا قبل ما نوضعهم من فوق النار ونوضعهم من فوق النار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تعقاد لي هادا الكريمة ومن بعد ما عقادة الكريمة البنات انتو ما شوفوك رجعت غادي نضيف عليها كذلك حتى هي او حد الملعقة صغيرة لي هاداك السبدة وندخلها جيدا في هادا الكريمة ونبدأ نعمر البس بوستي ديالي وغادي ندوز دبا باش نزينو هاد البس بوستات من بعد ما بردو تماما غادي نحتاج الشوكولة السوداء المدابة من بعد ما دوبتها في بام مغي مع القليل من الزيت غادي نوضع خطوط في الجواني بهالطريقة بطبيعة الحال تزين مسألة اختيارية كل سيدة وشنو عندها متوفر دي في منزل ديالها وكذلك كل سيدة وحداقتها غادي نوضع خطوط متساوية وغادي نوضع اللي هاد الحبيبات ديال الشوكولة اللي بالالوان غادي ناخد البرتوقال من بعد ما قطعتوا بهالطريقة وغادي نوضعهم في ديال الجواني باللي فارغين وبالنسبة هادو كذلك اللي عمرتم كريمة الحامضة هما بنفس الطريقة اختيت الشوكولة البيضاء دوبتها وغادي نوضع خطوط في الجوانب وغادي نزينهم كذلك بوحد الحبيبات ديال الشوكولة ونوضع كذلك قطع ديال الحامضة في داك الجوانب اللي فارغة ونقدمهم بالصحة والراحة وهدي النتيجة النهائية ديال هاد البلاطول اللي وجدنا فعلا رائع يستحق الجريبة تيجي ومدقة مختلفين وتيجي كذلك المنظر ديالهم رائع غزالين تقدمهم الضيوف ديالك توجدهم القوتي الفطور رائعين رائعين تيجي في المدق تنتمنى تجربوهم وتفضل التطبيقات ديالكم في الانستغرام وشكرا الى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته